اكد اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري اكد على اهمية الصعي لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات التنمية وذلك في ظل ما تحظى به المسيرة التعليمية من دعم واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا سموه الى الاستثمار الامثل في الكفاءات الوطنية من خلال التعليم والتدريب ما يجعلها الخيار الاول في سوق العمل وانوها سموه لدى ترأسه اجتماع مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع اليوم بالجهود المبدولة على مختلف الاصعدة لمؤصلة العمل من اجل تحقيق الاهداف التي يسعى اليها الوقف والتي تمكن مبتعثي من استكمال تعليمهم العالي وفق التطلعات المرجوة هذا وقد جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والاطلاع على الخطط الموضوعة لتحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة وحكمة الوقف بما يصب في مواصلة تقديم مختلف سبل الدعم الكفيلة بالتطوير العلمي والمعرفي للطلبة والطالبات ترجمة نانسي قنقر